هنزرع النبات اللي معها خاصية يأخذ نيتورجين اللي موجود في الهواء اللي انت بحتاجه اللي هو الأزوت اللي هو السمادينيوريا اللي احنا بنصنعه بيأخذه من الهواء عن طريق الفتحات بتاعته ويوصلها للجزر الجزر التلقيح هو بيجذب لك الحشرات اللي هي زي النحل وزي اي حشرة تانية مفيدة وتمتصر رأيك وبالتالي بتلقاح لك بيئات الصح بالذات لو انت زرع باشم تزرع حاجات مندي بتحتاج طالحكيح بالحشرة اللي هو عمله ده جماعة سماد 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 فوق الخيال اسمه السماد الأخضر تزرع بعد الزرع بعد 6 أسابيع إلى 8 أسابيع يبقى انت عندك كده سماد رهيب الزرع اللي جايه هتبقى زرعها قوية جدا لجدا تقدد ليه طبقات التربة اللي تحت اللي في العواية اللي عندك كتير فبيصفيلك المية اللي تحت فبيمنع أعفان الجزور بيمنع تكون الأملاح اللي في التربة اللي بتقدي إلى تظهر حالة النبات بصفة عما يبقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتنا أرضنا على سطحنا أحمد وحشيش أتكلم مع حضراتكم على موضوع مهم جدا جدا هيوفر عليك كتير من السماد موضوع لازم 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 تعمله لنباتك اللي انت زرعه يا إما تزرعه في تربة عشان تجددها يا إما تزرعه في النبات اللي انت زرعه قديم موضوع ده يا جماعة مزروع زراعة نبات معين زراعة نبات معين حضراتكم كله تعرفوه بس النبات ده أدى لحضراتكم فكرة جديدة عنه وعن فايدته للتربة اللي يتمثل في اربع نواحي او اربع حاجات مهمة اقول لك لو انت مززرع النبات ده لازم تزرعه في السطح اللي عندك او في الارض اللي انت زرعها ارض مستدين نبات اللي احنا نزرعه جماعة اللي احنا اتكلمنا عليه في المقدمة ده هنزرع النبات ده هو تلمعه حضراتكم ده النبات ده اللي هو ايه؟ نبات الفول او البقليات بصفة عامة مش معنى لازم تزرع نبات الفول في الارض اللي عندها هستملك الفايدة بتاع نبات الفول وهو رضع لحضراتك وامعب احنا بنزرعه مع بعض ذلك حتى في النباتات الى مزروعة نبات الفول تجامعها من النباتات او من البقليات البقليات اللي هي هيتا غزر بتاعتها بتؤسم لفصين زي البسلة زي الترمس زي الفول زي ما اقولنا زي الفاصولي بس اقواهم وافيادهم للطربة على الاطلق هو الفول ده ليه بقى؟ مش معنى نبات الفول؟ ايه اللي بميزه ويه اللي بخليك لازم اقولك ازرعه اولا ناخد الفايدة الاولنية الظاهرية له الجزور بتاع نبات الفول دي جزور وتدية يعني ايه جزور وتدية؟ يعني جزور بتتعمك في الطربة تحت وكسيفة كبيرة فبتخلي الزرع اللي عندك ده اللي هو المية بتبقى في الشوالي اللي انت بتزرع فيها المية بتوصل لحد بطن الطربة من تحت وما بتتصرفش كويس ده بيعمل اعفال للجزور وبيقدي الى ان الطربة مرة بعد مرة الطربة بضبوز تيجي تزرع على تلال النبات عندك معاكش بينمو بشكل كويس انت بتشوف الشكل من فوق ناشف انما هي الطربة تحت او السندوق اللي تحت فيه مية الجزر بتاع النبات ده بتاع الفول ده بلزاتة يا جماعة بيتمدد لطبقات الطربة اللي تحت اللي في العواية اللي عندك كتير فبيصفي لك المية اللي تحت فبيمنع اعفال الجزور بيمنع تكون الاملاح اللي في التربة اللي بتقدي الى تدهور حالة النبات بصفة عامة يبقى ده اول سبب ان جزور وجزور الوتدية بتخلص المية اللي هي في بطن الوعية اللي انت زرع فيها بالذات يا جماعة على السطح تمام؟ تاني حاج ان الفول ده لوحده يعتبر سمال يعني ايه سمال؟ يعني الفول ده ربنا عامل فيه خاصية ان هو بياخد نيتورجين اللي موجود في الهواء اللي انت بحتاجه اللي هو الازوت اللي هو السمال دينيوريا اللي احنا بنصنعه بياخده من الهواء عن طريق الفتحات بتاعته ويوصلها للجزر الجزر ده فيه بكتيريا اسمها بكتيريا عقضية بكتيريا عقضية موجودة بكسرة جدا جدا على جزور النبات طب هي بتعمل ايه ليه النبات؟ اولا لو انت زارع الفول زي ما انا بعمله كده عندي هنا على طول جنب نبات تاني هي بتثبت النيتروجين بتحول النيتروجين من نيتروجين الهواء اللي مختلط مع اكسجين وهيدروجين وهنا وكده بيتحولوا لنيتروجين النبات قادر يمتصه النبات ما بقدرش يستفاد من النيتروجين الموجود في الهواء هنا كده بقى خلاص النبات يقدر يستفاد منه بالذات عفوا النبات اللي مزروع مع الفول طيب هو نبات التربة بقى تستفاد ايه؟ لما انا بزرع الفول الفول ده جماعة في الفلاحين يقول لك احنا رايحين نكسر الفول يعني ما بيقلعوش الفول بجدوره بيقتنوا العود كده ويسيبوا الجزور في الارض سيبان الجزور في التربة ده مهم جدا 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 البكتيريا اللي موجودة على الجزور ديت بتفضل في التربة بتثبت النيتروجين فبتخلي النبات اللي مزروعة بعدها بينموا بشكل رائع 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 عشان كده الزرع اللي بعد الفول بتبقى زرعة جام صح صحة وفائقة وزي الفل وعسد تمام؟ طيب هما دوم الفوائد بس اللي هي والله الفول ده جماعة كمان من النباتات اللي هي ما شاء الله بتجيب كمية تزهير كبيرة جدا 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 رغم ان هو احد التخصيب او ما بيحتاجش التخصيب خارجي من النبات تالي او بيسموه ذاتي التخصيب او ما زر بتاعت دي فايدة تالي للسطح لو انت زرع كده زرع كده لمون زرع نباتات تانية بتحتاج تلقيح هو بيجزب لك الحشرات اللي هي زي النحل وزي اي حشرة تانية مفيدة وبتمتصر رأيك وبالتالي بتلقاح لك بيئة السطح بالذات لو انت زرع باشم زرع حاجات من دي بتحتاج تلقيح بالحشرات طيب هو ده لس كمان فواد الفول ده لسه ده انت فواد الفول ده ما شاء الله يعني في بعض الفلاحين الوعيين يقوم ايلك ايه لما يكون عنده قبل زرعه يقوم جاي قبل الفول بادر حبة فول في الارض ده الكلام ده بقى فالارض مش عندنا منقدرش نعمله عندنا بشكل كويس وقوم ساب الفول لما الفول يبقى ارتفاعه مثلا عشرة سنتي مثلا تمام حلو وقوم جاي حشوا من على وش الارض ويسيب الفول يومين على وش التربة كده يتعفن ويتحلق وبعد كده يقوم جاي حارة الارض بالفول ويسيبها حوالي ستة اسابيع لتمن اسابيع يعني شهر ومس شهرية اللي هو عمله ده جماعة سمات 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 فوق الخيال اسمه السماد الاخضر تزرع بعد الزرع بعد ستة اسابيع لتمن اسابيع يبقى انت عندك كده سمات رهيب الزرع اللي جايه هتبقى زرعها قوية جدا لجدا ده حاولت اقلم لحضرتك فوايد الفول ولازم تزرعه طب انت الفول لو انت عايز تزرعه ممكن تزرعه حصا زي ما هو كده في الارض ويتبله وهيطلع معاه بس الاحسن ان انت تبله قبله بيوم وبعدين تزرعه طب تزرعه جنب النباتات او ازرعه جنب النباتات كل نبات انت زرعه ممكن تزرع جنبه واحدة فول ووريته حضراتكم في الفيديوهات عندنا وان شاء الله ارى حضراتكم حاجات تانية اتمنى ان تكون حضراتكم استفدتم من الفيديو ان شاء الله رب العالمين والتقى حضراتكم في فيديو جديد وانتنسوا اشتراك في قناتنا ارضنا على سطحنا النبات ده اللي هو ايه فيه خاصية ان هو بياخد نيتورجين اللي موجود في الهواء اللي انت بحتاجه اللي هو الازوت اللي هو السمادينيوريا اللي احنا بنصنعه بياخده من الهواء عن طريق الفتحات بتاعته ويوصلها للجزر الجزر التلقيح هو بيجذب لك الحشرات اللي هي زي النحل وزي اي حشرة تانية مفيدة وبتمتصر رأحيك وبالتالي بتلقاح لك جوية الصحة بالذات لو انت زرع باشن زرع حاجات من دي بتحتاج طلحكيح بالحشرة اللي هو عمله ده جماعة سماد 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 فوق الخيال اسمه السماد الاخضر تزرع بعد الزرع بعد 6 اسابيع ال 8 اسابيع يبقى انت عندك كده سماد رهيب الزرع اللي جاية هتبقى زرعها قوية جدا جدا تقدد ليه طبقات التربة اللي تحت اللي في العواجي وعاية اللي عندك كتير فبيصفي لك الميا اللي تحت فبيمنع اعفان الجزور بيمنع تكون الاملاح اللي في التربة اللي بتقدي الى تظاهر حالة النبات بصفة عامة يبقى